السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ معكم الدرس جديد من دورة جافا شبكات طبعا هي تكملة لجافا متقدم يعني احنا صح عملناها لست مفاصلة لكن تبقى هي جزء من جافا كور او جافا اس اي والجافا متقدم اللي احنا دعنا نشرحها فبعد ما ننتهي من جافا نرجع مرة اخرى لجافا متقدم خلونا ناخذ مجموعة امثلة اليوم راح نشرح عن decoder كيف نعمل decoder encoding او decoding في url فحسمي المشروع url decoder نجي نعمل class new class هنا انا راح نشرح المكاتب طبعا انت ممكن تاخذ هذا الكود ورأسا تلصقها في برنامجك يعني مو شرط انه قاني لما اعمل class وفيها اكواد بسيطة بمعنى انه انت حت تتمسك في هذا الشيء لا بالعكس هذه الاكواد فقط هي مرحلة من مراحل الكود البرنامج اللي انت راح تصنعه فممكن تستخدمها بأي مكان في كودك في حالة انه احتاجتها فاليوم راح نتعلم كيف نعمل url decoding اول شغلة انه احنا هنعمل string هذا string فلي يكون url وفي داخله مثلا اي موقع على الانترنت مثلا http www.http www.http.com 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 عندك مثلا طبعا دي كود شن هو خليني يجي هنا فارفوكس زين راح يدخل موقع open source خليني يجي مثلا احنا لان اريد اشوف الديكود اوكي مثلا نضغط هذا الرابط اوبس ايسا بدعم نود زين او community community تيجي بها كتير من الديكودينج الconnect بس لي كونتس جيل لا لي كونتس جيل خليني نشوف الديكس ماذا يطلع اي دي كود هلاحظكم الديكود هاي اللي يطلع اهنا بالمئة عشرين بالمئة هالشكل يعني نسبة مئاوية وعشرين هذا هو الديكود بس انا معرف ليش ماذا يطلع اتصور بالسيرتش ممكن يطلع يعني google مثلا سيبحث عن wallpaper كتبتغلب عن wallpaper اذا نجعل images فلنفرض هذا الشكل فلنفرض هذا الشكل اوكي view image خلونا نجرب طبعا اخذت وقتكم خلونا نجرب طريقة اخرى مثلا خلونا نقول google google dot com و بها slash مثلا my ولاحظ 20 name هاي الفراغات space هاي النسبة المئوية مع العشرين بمعنى الفراغات my name is نسبة مئوية 20 محمد اوكي هذا بالنسبة لي اوكي اوكي بعد ذلك نجي نعمل decoding لهذا string string طبعا هذا راح يكون url حقيقي فلنفرض اوكي decode يساوي نجي نقول url deco control space اوكي decoder ورأسا نجاب المكتبة ف decoder dot decode decode المن url اللي احنا نريدها طبعا هذا url كيف تريد يعمل لكي ديكود نعم الفارزة utf-8 بهذا الشكل يعملنا decode جميل بعد ذلك اهنا خلي نشوف شنو اللي هيعمل through اوكي اوكي بعد ذلك هنحتاج نكتب system dot out dot print line المن ل decoded اوكي اوكي خلونا نشوف النتيجة run اوكي اوبس لاحظ احنا www.google.com لاحظ my ال 20% name ال 20% is ال 20% هذا هو decoding اوكي يعني انه احنا نحول هاي الارقام الغريبة الى ايه مثل 20% 20% نعمل لها decode اوكي encode او coding اللي هي تشفير decode فك التشفير هاي مشفرة هذا الرابط فحتى نفك التشفير اللي موجود فيها مجرد نعمل ناخذ string اللي هو الرابط بعد ذلك نجي طبعا ممكن هذا تستخدم هنا هنا scanner اللي اخذنا في جافة اساسيات انه وتضع الرابط رائح تقليق paste ورأسا هو يعملك decode الى فيظهر بهذا الشكل المسافات يرجعها مرة اخرى زين خلونا نجرب الطريقة الاخرى مثلا هذا اوكي copy خلونا نجرب هذا الرابط هو رابط حقيقي موجود نجي نعمل run اوكي لاحظ هنا انت عندك اندرويد central خليه خليهذا نرفع الفوك وننزل الاسفل هذا لاحظ هنا www اندرويد لحد هنا اوكي ما عندك مشكلة بعد ذلك اندرويد central files style w اوكي public اوكي هذا ما بيها space بس احنا لو فرضنا انه احنا نعمل بيها space مثلاً هناك هناك مكان مثلاً لاحظ بهذا الشكل 20 بعد الـ Style لو جاءنا عملنا Run من جديد لاحظ ترك مسافة لا تلاحظ ترك مسافة إذن هي Decoding هناك في هذه الحالة تعمل مع أي روابط الروابط اللي تحتوي على مسافات يعني أنت لما تجي تكتب أو تصمم موقع هذا الموقع مثلاً كان اسمه محمد Space فراغ عيسى لما طبعاً أنت تعرضها حيعملها Decoding المتصفة حيعملها Decoding ويضيف رقم النسبة المئوية 20 هذا يضيف له المسافات هذا رح ينضع بله لكن هنا ممكن إحنا نرجعها للقيمة الأصلية للحالة الأصلية خلي نقول الحالة الأصلية اللي هو المسافة أنا كنت وضع بيناتهم مسافة بين السفر والـ H فيرجعها مرة أخرى مسافة طبعاً هذا تفيد المبرمجين يعني أنه في حالة أنه يريد بدل ما يستخدم سبلت احنا إذا نريد نفصل المسافات عن بعضها يعني بدل ما تكتب أنت حتى ترجع الفراغات بدل ما تطول الكود وتكتب أنه في أي مكان تقدير تستخدم الكود سبلت طبعاً في أي مكان أنت موجود فيها النسبة المئوية 20 ترك فراغ لكن هاي الطريقة أسرع يعني أنت ليش تكتب الكود من جديد؟ هذا أصلاً موجود فممكن هذا يوفر لك وقت أكثر لهنا نحن نجي نهاية الدرس ونلتقي إياكم درس القادم مالسلامة